الصداع النصفي أو الشقيقة وجع نصف الجمجمة تبدأ بسلسلة من تشويش الرؤية ورؤية بقع داكنة في مرمى العين يصاحب ذلك شعور بالغثيان وتنمل مفرط وتشعر في جسمك بوخزات من الإبر والصعوبة وتلاعثم في التحدث لتصل إلى ألم نصفي في الشق الأيمن أو الشق الأيسر من الرأس تترافق شدتها حسب مدتها الزمنية إلى تيبس الراقبة والإمساك وعدم القدرة على تحمل سماع الصوت أو رؤية الضوء فتجعلك تنعزل رغما عنك عن محيطك من فترة 72 ساعة حتى بضع أيام وإن طالت المدة الزمنية نطلق عليها لفظ الشقيقة 70% من ضحاياه من النساء ويرافقهن فترة ألم الحيض وانخفاض الأستروجين فترة التقدم بالعمر يسبب خسارة تكاليف مادية عالية جدا لضحايا عجز العلم عن إيجاد حل جذري له ولا يوجد دواء على وجه الأرض حتى الآن يعالج الصداع النصفي وإنما هناك فقط مسكنات للأعراض المصاحبة للصداع قيل علميا أنه مرتبط الجهاز الوعائي الثلاثي التوائم في الدماء عندما يفرز العصب ثلاثي التوائم محفزات الألم داخل الأوعية الدموية والتي بدورها تجذب خلايا التهابية أخرى لكن كثير من العلماء والأبحاث أثبتوا عدم دقة هذا الشرح وبعضهم هرب من إيجاد التفسير العلمي الصحيح فعزاه إلى العامل الوراثي والخلل الجيني وبعضهم ربطها بارتفاع مستويات السيرتونين وفترة دخول الكاليسيوم إلى الخلايا والبعض الآخر راح يربط السبب بالكالسيتونين والأميلين وكلها تفسيرات اعتمدت على قراءة الأعراض المصاحبة للصداع وهنا فشلت بإيجاد العلة المسببة للصداع وللأسف أن هذا المرض يعتبر مرض أولي أي أنه لا ينشأ من غيره وإنما ينشأ بأسباب مجهولة حتى الآن ويعطي أعراض متنوعة والأغلبية ممن عانوا من الأعراض وتعالجوا اعتقدوا أنهم تخلصوا من الصداع النصفي والحقيقة نسبة كبيرة منهم كانت لديهم أعراض أخرى كالجيوب الأنفية وكل الأدوية والخلطات والوصفات التي نراها ربما تخفف من الأعراض ولكنها لا تعالج المرض إطلاقا وهنا أنصحكم بأمور تخفف وتسكن الألم استحم بماء ساخن مثلا فيه زيت البابونج تناول الإبوبروفين الباراسيتامول الأسبريل لتخفيف من الألم حاول الإنعزال فترة والابتعاد عن الضجيج والضوء ابتعدوا عن الأغذية التي فيها غلوتامات وحادية السوديوم ابتعدوا عن الخلط العشوائي للأدوية ابتعدوا عن المشروبات الغازية أنصحكم بشاي هذه النباتات القرفة القرنفل الزنجبيل وكذلك الأمر الكهوش والدونكاي أتمنى لكم الصحة والعافية والسلام عليكم